هنبدأ حلقة النهاردة بخطوة مهمة جدا على طريق التحركات المصرية في سبيل إنهاء الأزمة في غزة والتأكيد على الموقف المصري الدائم لرفض قضية أو مسألة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي حد النهاردة استابل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر واللي قام بزيارة لمصر صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد شهدت هذه الجلسة الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وأليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين في ذات السياق بحث الزعيمان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة ووقف نزيف الدم وتم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات اللي بتلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة كمان تم التأكيد على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة وكمان التأكيد على رفض محاولات التهجير القصري زيارة مهمة جدا في سياق الجهود الدبلوماسية والإنسانية اللي بتبزولها مصر في أساس حل الدولتين وإنهاء الصراع في غزة وإنقاذ أهلينا في غزة من الاعتداء اللي بنشوفه وبنتابعه كل لحظة وكل يوم